حزمة مشروعات إنمائية في قطاعات متعددة افتتحت أو وقعت اتفاقيات تمويلها في موريتانيا بدعم من الصندوق السعودي للتنمية أبرز هذه المشروعات اتفاقية تمويل المرحلة الأولى من مشروع تزويد مدينة كيفا بمياه الشرب بقرد تبلغ قيمته 100 مليون دولار وسيوفر المشروع الأمن المائي والغذائي لـ 90 قرية وتجمع في موريتانيا هذه فرصة لو أعبر لكم شخصيا ومن خلالكم لشعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن عميق امتناننا للدعم المستمر للفعال ومتعدد الأوجه الذي تواصل المملكة تقديمه لنا من خلال الصندوق السعودي للتنمية أعرق شريك تنموي لموريتانيا وشملت المشروعات شبكة لتوزيع المياه في نواكشوت بطول 600 كم تستفيد منها 20 ألف أسرة بمساهمة من الصندوق السعودي للتنمية تجاوزت 25 مليون دولار كما شملت مشروع مركز لغسيل الكلا في نواكشوت بتكلفة 10 ملايين دولار تولي حكومة خاتم الحرمين الشريفين لقطاعات التنمية في جمهورية موريتانيا الشقيقة اتماما بالغا ومن خلال دعم البرامج المائية والمشاريع التنموية وعلاقة الصندوق السعودي التنمية بالجمهورية الموريتانية من التنموية تزيد عن 40 عاما تم من خلالها تمويل ما يزيد عن 50 مشروعا تنمويا قطاع التعليم كان له نصيب من هذا التمويل حيث أسهم الصندوق السعودي للتنمية في تمويل مشروع الحرم الجامعي بنواكشوت بمنحة تقدر بعشرة ملايين دولار ويشمل هذا المشروع عدة مباني للكليات التعليمية وعلى سكن جامعي وخدمات وتجهيزات مختلفة وكذلك مسجد الجامعة فضلا عن الأعمال المصاحبة للمشروع